اشتركوا في القناة الملكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص والذي يعد اعلى تصنيف دولي في هذا المجال مؤكدة ان هذه المكانة الرفيعة والانجاز الدولي المتميز هو نتاج الرعاية الكريمة والتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والجهود المضنية والمتابعة الحثيثة والاهتمام الكبير من الحكومة الموقرة برئاسة سمو يلي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما تشهده مملكة البحرين من انجازات مستمرة ورائدة واشارت معاليها الى ان ما تحقق من انجاز دولي يؤكد ما تشهده مملكة البحرين من تقدم كبير واهتمام واسع في تعزيز حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالاشخاص وان ثقافة حقوق الانسان في مملكة البحرين تراعي الجميع دون استثناء وتحرص على تعزيز المفاهيم والمبادئ الانسانية وفق منظومة تشريعية متطورة واجراءات رسمية متقدمة واهتمام مجتمعي راسخ مستمد من الثقافة الوطنية الاصيلة في دولة القانون والمؤسسات ترجمة نانسي قنقر